بالباس أول ما بتطلع بتدور على كرسي فاضي إذا ما لقيت بتوقف بنص الباس مثلاً أو بآخره إذا كان مليان بيظل الشوفير بيطلب من الركاب الواقفين أنهم يرجعوا لورا لحتى يساعي الباس أكتر وهيك لحتى يتعبى الباس خلاص؟ لا ما خلاص لسه عندك درجات باب الباس كمان بيظل الشوفير بيوقف عالم على هالدرجات طبعاً أنت هون واقف وروا مستغرب كيف هاي الكائنات عم تدخل ووين عم تروح؟ أنه كيف يعني فيزيائياً مستحيل الموضوع إجباري الإنسان بده يشغل حيز من الفراغ وأصلاً ما بقي فراغات بالباس يشغله هاد الإنسان فجأة بيوقف الشوفير وبركب واحد بره الباس مو مقتنعين مو مقنع هاد الحكي أصلاً وهذا الشي صار بسوريا تحديداً باللادقية على خط الشاطئ الأزرق البلد شاب اسمه محمد وائل حموي نشر هالفيديو على صفحته بفيسبوك خلونا نشوفه مع بعض وبنفس السياق انتشر مبارح طلب من رئاسة مجلس الوزراء التابع لحكومة أسد الطلب موجه للوزارات وفيه تعليمات بيخفض نسبة الدوام ضمن هاي الوزارات لحتى تحقق وفر حقيقي باستهلاك المحروقات والطاقة رجع الطلب تأكد ببند آخر أنه لازم التخفيض يحقق وفر باستهلاك المحروقات بالقرار نذكر موضوع كورونا والتباعد الاجتماعي على أساس أنه هذا القرار لمصلحة الناس هاي الناس نفسها اللي تفاعلت مع القرار بآلاف من التعليقات على كل المنصات مثل مونير اللي قال حكومتنا ما في عنده محروقات لحتى توصل الموظفين وطلاب الجامعات لأماكن دوامهم وباق كورونا شمع على الاختباء خلفه تعليق من ابن الفرات بيقول بكرة بياخدوه حجة والكلمة بيداوم وبتتعطل مصالح الناس أما خليل علق وزارة الدفاع ما لها علاقة بتخفيض الدوام تعليق آخر بيقول خففوا عدد الجيش بالأول اللي على أساس عم ياخد 80% من ميزانية الدولة أما مؤيد فقال الحال المعتادة بعد كل قرار يصدر والجميع تفاجأ به يا عمي مونطق يصدر هيك قرار وما يكون معمم الوزارة بخصوص نسبة الدوام واستمرارية العمل تعليق من تالا بيقول شو رأيكم تزدتوا علينا قنبلة نووية تخلصونا من هالعيشة مو بيكون أريح طبعا تخبط كبير بكل منصات حكومة أسد على السوشال ميديا لا المحامين عارفين حالهم إذا مشمولين بالقرار أو لا ولا موظفين مديريات الزراعة ولا القطاع الصحي والمعلمين والأنسات الكل معارف شو بده يعملي داما مولا لا وسوريا كلها مشغولة بكيف تروح على دوام الصبح إلا بيت الأسد صباحا غير وسيم الأسد نزل بوست على صفحته عم يسأل متابعينه عن تفسير شكل طلوع له بفنجان القهوة فيكن جاو وأنتو إذا حبيتوا بالتعليقات موسيقى